فيلمنا النهر ده بيحكي عن قصة عائلة معروفة في الهند وهي عائلة مالهضرة ده الجد الأكبر للعيلة ويديول أحفاده العيلة دي بتحبب بعضها جدا واليوم حفيد اسمه راج وجده عايز يجاوزه بأي طريقة حضر راج عرص أحد المعارف وشاف من بعيد بنتي جميلة جدا اسمها بريا ورح عشان يتعرف عليها لجاها حاملة طفل زغير اتصدم وافتقر ان هو ابنها وهي فعلا كانت بتقوله ابني وسبها ومشي بعد ما قال لها ان ابنك شبهك بالزبط كل اللي موجودين جاعد يضحكوا عليه رجع راج للبيت بعد الفرح وكل العيلة بتحاول معاه ان هو يتزوج وحاول يقنعوه بالزواج لكن هو رافض تماما ودي بتكون مامة راج وده والده وده بيكون جده مالهضرة اللي نفسه يفرح بيه جدا وفجأة جهة صال الراج بيقوله ان جدك تعبان جدا ومحتاج يشوفك ضروري وبسرعة بيجري راج علشان يشوف جده اللي بيتأكد ان هو مش تعبان وان هو بيتحك عني بالرغم من كده بيوفق راج ان هو يشوف العروسة اللي شافها له جده وبيقوله انا هشوف العروسة اللي انت شفتها بنت صاحبك ومش هزع على وفي اللحظة دي بيفرح جده جدا لما بيسمع الكلام ده وبيقرر راج هو وجده ان هم يروحوا يشوف العروسة وبنفاجأ ان العروسة هي بريا اللي شافها راج واعجب بيها في الفرح وافتقارها ان هي معها طفل وبتدخل بريا واختها علشان يشوفه راج واول ما يشوفه مراج بيستغرب جدا وبيزع على الجوي لما بيشوف اختها وبيفتكر ان هي العروسة وبيقعد يسألها وهو ميدايق جدا لكن بترد عليه اختها وبتقوله ان بريا كمان بتعرف كل حاجة وبتحاول تشد انتباهه ناحية بريا لكن هو مش فهم اي حاجة وبعدها بيعرف راج ان بريا هي العروسة مش اختها وانه الطفل اللي كان معها بيكون ابن اختها وفي اللحظة دي بيفرح راج جدا وبينزر لبريا وبيضحك وسرعا ما يتزوجوا ويكونوا فرحانين جدا والعيلة بتكون مبسوطة جدا وبتكون بريا فرحانة جدا في وسطهم وبيستلم راج مكالمة من الدكتور بتاعه اللي بيبلغوا ان بريا حامل ويروح يتصلوا بالعيلة ويبلغوهم ان بريا حامل وبيكونوا فرحانين جدا ومنتظرين الحفيد وبعد فترة من الحامل بتحصل حدثة بتغير كل حاجة بريا بتسقط منه على الدرج ويبتسقط الجنين وفجأة بيتحول الفرحة لحزن كبير اول ما يبلغهم الدكتور ان بريا اسقطت الجنين وبيروح عندها راج وبيقول لها ان ما تزعلش وما تبكيش لكن هي كانت حزينة جدا ومتأثرة بعد فقد جنينها وبعدها بيبلغ الطبيب راج بيقول له ان بريا حصل لها عقمة بسبب الحادثة دي وان هي مش هتقدر تخلف تاني وبيتصدم راج من الكلام بتاع الدكتور لكن ما بيقدرش يقول لبريا لكن بريا بتكون وقفة وبتسمع الكلام وبتتصدم وبتكون حزينة جدا وبترجع بريا البيت لكن ما بيقدرش يقول لهم ان بريا مش هتقدر تخلف تاني وان هي اصبحت عقمة بسبب الحادثة دي وبيقترح عليهم الدكتور ان هما يستأجروا فتاة ويتنجب من راج وتكون ابن او الطفل اللي يجي ابن بريا وبيبحث راج عن فتاة تقبل ان هي تعمل كده وفعلا بيلاجي فتاة ليل اسمها مادو وبيعرض عليها ان هو يديها مبلغ كبير من المال مقابل ابن هي تنجيب له طفل وياخده منها وبتوافق مادو على اقتراحه ولكن لابد من ان هو يغيرها كليا فقرر ان هو يغيرها وبالفعل بدأ في ان هو يغير لبسها وشكلها ويطريقة اكلها ويطريقة شربها وبيتصر راج بريا وبيقول لها ان هو لجي الفتاة وبيقرر راج وبريا ان هما يسافروا على سويسرا عشان ينفزوا الخطل التفق عليها وفي المطار بيعرف راج مادو على بريا وبتشكر بريا مادو جدا وما بتكونش عارفة قصتها او ماضيها واول ما يوصل لسويسرا بتحاول تخلي راج يكون مع مادو ولكنه ما بيقدرش يكون معها لوحديهم فبتفكر ان هي تسيب البيت وتباد بره البيت لمدة يوم وبتحاول مادو مع راج وتخليه يسكر كتير ويشوف مادو على اساس ان هي بريا وفعلا بيتم الاتفق عليه وبعد ما بترجع بريا بتكون فرحانة جدا وحزينة في نفس الوقت بعدها على طول بتحمل مادو بطفل من راج وبيكونوا فرحانين جدا وبيتصلوا بالعيلة يبلغوهم بالحم وفي احتفال تبع الشركة بيهدوا هدية الراج وزوجته وهما بيقدموها لمادو واول ما يشوفها شريكه في الشغل بيعرف ان هي فتاة ليل وبيحاول يضيجها وبيعتدع عليها لكن هي بتقاومه وبتحاول تهرب منه وبيجي راج ينقذها ويدربه وبيهتمي بيها لحد ما تشفى بتتأثر هي بحنية راج وبتجع في حبه وبتقرر العيلة ان هي تسفر لرجوه وبريه ويعملوهم مفجأة وبتضطر بريه تحط مخده علشان يبانوا الحمل وهنا بيشوفوا مادو فبيسأله عنها فبيقولولهم انها زوجة صديقهم وانهم سفر برا البلد وهي حامل فكان لازم تقعد مع حد يهتم بيها فجات وجعدت معاهم وقررت العيلة انهم يعملوا تقوس الولادة وكان لازم تتعمل في الهند فسفروا كلهم واخدوا مادو معاهم وتأثرت مادو جدا بجو العيلة ولما بدأوا في التقوس كان لازم مادو هي لتعملوا التقوس فغدت وشها علشان ما تتعرفش ولما سألها الحكيم عن اسم الام سكتوا كلهم ولكن حامات بريه جالت لهم اسمها بريه فبكت مادو وبعد الاحتفال ثابت الدهب والفلوس والملابس وهربت ولما دخلت بريه ما لجيتهاش موجودة ولجيت كل حاجة متسابة فطلعت تجري سألت الحارس عنها قال لها انها رحت على سكة القطر جريت بريه علشان تلحاجها وهي بتجري شاف هراج جري وراها واول ما شافتها بريه بتقول لها انت رايحة فين جات لها انا مش هينفع سيبلك ابني ده ابني انا مش ابنك انتي وانا مستحيل ان انا اتخلى عنه رحت بريه قالت لها ان هي تقدر تجيب غير ونداء عندها اكتر من فرصة في الانجاب لكن انا ما عنديش ولا فرصة ونداء فرصة الوحيدة عشان افرح العيلة وفرح انا وزوجي جيت لها بس انا مش هقدر اعمل كده لكن هي شرطة شرط ان هي تسيب زوجها مقابل الطفل فبريه اول ما سمعت الكلام ده رحت ضربتها بالقلب وبعدها جيه راجب وهو جاي لسه بريه بتحكي له مادو بتقول لها ايه فليجي مادو واجع في الارض اخدوها وطلع يجروا على المستشفى وفي المستشفى كانت حالة مادو خطيرة جدا والدكتور قال لهم ان لازم انقذ حد من الاثنين يا الام يا الجنين لكن بريه قالت للدكتور انقذ الام اهم حاجة الام وتصدمت جميع وتصدمت مادو ان بريه قالت له انقذ الام وفضلت بريه ماسكة في ايديها لغاية ما دخلت قط العمليات لكن الاثنين تم انقذهم والجنين والام كانوا كويسين راحت بريه علشان تبارك لي مادو هي وراج وجال لها الف مبروك وهم بيبركولها خدت ابنها وديته لبريه وجالت لها ده ابنك انتي وكان ممكن تختار ان هما ينقذوا الطفل ما ينقذنيش لكن هو ده ملكك انتي دلوقت وجات العيلة لجيت بريه ماسكة ابنها في حضنها وما اسألوها عن ابن مادو وجالوا لهم ان هو اتوفى وبعدها قررت مادو ان هي تسيب البيت وتمشي وراح راج مع مادو علشان يوصلها المطار وهناك جاليت له ان هي وقت زكريات كتيرة حلوة وان هي عمرها ما ترجع اللي كانت فيه وهتشوف شغل كويس وهتعيش حياة كويسة وفي اللحظة دي عرف فراج ان مادو بتحبه ودي كانت نهاية الفيلم ياريت اتمنى ان الفيلم يكون عجبكم وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتعليق اسفل الفيديو عشان نصل لكم من يوكل جديد اشتركوا في القناة